سبع عقبات يحرص الشيطان على هزيمة ابن آدم فيها ولا ينتقل من العقبة الأشد إلى التي تليها إلا عند عجزه عن الأولى أما العقبة الأولى فهي عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه فإن الشيطان إن ضفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح فإن نجى منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه الشيطان على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من المحدثات في الدين فإن خلص منها بنور السنة وما مضى عليه السلف الأخيار طلبه الشيطان على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر فإن ضفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به فإن نجى من هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر فكال له منها ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه فإن نجى منها طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ثم استدرجه منها إلى ترك السنن ثم الواجبات فإن نجى من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضالة فإن نجى منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله والتمييز بين مفضولها وفاضلها لم يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى واحدة لا بد منها ولو نجى منها أحد لنجى منها رسل الله وأنبياؤه وهي عقبة تصليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التصليط بحيث يكون لا حيلة له في التخلص منها فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله فاحذر مداخل الشيطان ومكائده واعلم أن نار عداوته لا تنطفئ إلا بإضلال بني آدم وإهلاكهم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير